افضل عصير بعد التمرين بعد التمرين الشق من المهم تزويد جسمك بالوقود بالعناصر الغذائية المناسبة لضمان حصولك على اقصى استفادة من التمرين احدى الطرق الرائعة للقيام بذلك هي ان تجعل نفسك عصيرا لذيذا بعد التمرين لا يقتصر الامر على العصائر المليئة بالفيتامينات والمعادن ولكنها تساعد ايضا في تعويض الالكتروليتات المفقودة اثناء النشاط البدني عند اختيار مكونات عصير ما بعد التمرين ابحث عن المكونات التي تحتوي على مستويات عالية من البروتين والكربوهايدرات بالاضافة الى البوتاسيوم والمغنسيوم والتي يمكن ان تساعد في تقليل وجع العضلات بعد التمرين تشمل بعض الخيارات الممتازة الموس الذي يوفر الطاقة والسبانخ للحديد او اللفت للكلسيوم الفواكه الحمضية مثل البرتقال والليمون هي ايضا مصادر رائعة لفيتامين سي الذي يساعد على التعزيز المناعة اثناء المساعدة في الهضم للحصول على ركلة اضافية جرب اضافة جذر الزنجبيل او الكوركم كلاهما له خصائص مضدة للالتهابات مثالية لمساعدة العضلات على التعافي بشكل اسرع من التدريبات الشقة يعتبر الترطيب عنصرا اساسيا اخر عند صنع عصير ما بعد التمرين تأكد من اضافة الكثير من الماء حتى لا تشعر بالجفاف بعد ذلك يمكنك ايضا اضافة ماء جوز الهند بدلا من ذلك اذا كنت تفضل شيئا اكثر حلاوة بدون كل السكر الموجود في المشروبات الرياضية العادية اخيرا لا تنس النكهة افلط التركيبات المختلفة معا حتى تجد النكهة المناسبة تماما تمنح اوراق النعناع الطازجة اي مشروب زنجا اضافيا بينما يضيف العصل حلاوة طبيعية دون المساومة على القيمة الغذائية في كلتا الحالتين تأكد من ان اي مزيج يناسب جميع الاحتياجات الغذائية المطلوبة بعد الانشطة البدنية المكثفة في نهاية اليوم لا يوجد حجم واحد يناسب جميع الوصفات عندما يتعلق الامر بانشاء افضل مشروب تعافي ممكن ولكن اتباع هذه الارشادات البسيطة سيقترب بالتأكيد من ايجاد التوازن الامثل بين المذاق والفوائد الصحية ترجمة نانسي قنقر